صيغة السكني الترقوي المدعم الألبيا تصبح حديث العام والخاص صيغة أودع الراغبون في التسجيل بها الملفات ببلديات إقامتهم قبل أن تفرج وزارة الداخلية عن محتوى الملف شقق من غرفتين حددتها وزارة السكن بسعر 260 مليون سنتيم شقة من ثلاث غرف قدرت ب350 مليون سنتيم أما شقة أربع غرف فحدد سعرها ب460 مليون سنتيم هذه الأسعار حددتها الوصاية من دون حساب الأرضية التي يتغير سعرها حسب خصوصية كل منطقة وزارة الداخلية ستبرق ابتداء من اليوم مراسلة لولاة الجمهورية تحمل محتوى ملف الصيغة الجديدة أما وزارة السكن فستوافي خلال هذا الأسبوع كل ولاية بالكوطة الخاصة بها منها العاصمة التي ستستفيد من ألفي وحدة سكنية وقد تكون الكوطة مرشحة للارتفاع محتوى ملف الألبي سيكون تقريبا نفس محتوى صيغة الاجتماعي تسهمي الألسبي مع بعض التعديلات أما أبرزها فأن صندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أفنبوس لن يقدم الإعانة المقدرة ب50 مليون سنتيم مثل ما هو الحال في صيغة عدل وعكس صيغة ألسبي الصندوق الوطني للسكن سيأنال سيقدم الإعانة المقدرة ب70 مليون سنتيم لجميع المقبولين في هذه الصيغة دون استثناء أما بالنسبة للبطالين فستكون انتفاقية بين المكتب والمرقي وصندوق السكن الذي سيكون الضامن باعتبار أنه سيقدم الإعانة الخاصة بالبطال وإن تخلف المكتب ولم يكمل دفع شطر الموالي في أجاله المحددة ستقدم له ثلاثة إعذارات وإن تخلف سيتم استبداله بمكتب آخر وتلغى بذلك الاستفادة يمكن للمكتب أن يدفع قيمة السكن من خلال قرض بنكي باعتبار أن مفاتيح الشقة تسلم بعد دفع الأقصاط المترتبة عليها أما الأولوية في هذه الصيغة البيا فستكون للمتزوجين ولا يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ إذاع الملف ولا الرقم الشطر الأول سيكون بدفع ما نسبته 25% من قيمة السكن فمثلا شقة من غرفتين يقدر شطرها الأول ب65 مليون سنتيم إذن هي أهم التفاصيل بخصوص الصيغة الجديدة التي أثارت الجدل قبل انطلاقها والتي تهافت عليها المواطنون الطامحون في الاستفادة من سكن وحتى الراغبون في تحويل الصيغة السكنية رغم أنهم أجمعوا على أنها لا تتجاوب مع قدرات المواطن البسيط